تقدم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لما حققته مملكة البحرين في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقسي الحقائق برئاسة البروفيسور الأستاذ محمود شريف بسيوني وأشار الملة إلى أن القرار الوطني الشجاع والحكيم الذي أمر به جلالة الملك المفدى لتشكيل اللجنة المستقلة وتشكيل اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات يعزز حرص البحرين ورغمتها الصادقة في الإصلاح والتقدم وضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة وأكد رئيس مجلس النواب أن ما قامت به البحرين في تنفيذ كافة التوصيات لم يكن أمرا جديدا لأن البحرين كانت ولا تزال مستمرة في الإصلاح والتطوير عبر تشريعات والإجراءات القانونية والحضارية وبالمعايير الدولية وأضاف الملة أن مجلس النواب ومن منطلق مسؤوليته التاريخية وواجبه الوطني قام بوضع ومناقشة وتنفيذ كافة التشريعات والقوانين الواردة في توصيات التقرير والمجلس عاقد العزم على مواصلة طريق الإصلاح التشريعي وأشهد رئيس مجلس النواب في ذات السياق بدور الحكومة الموقرة برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تنفيذ توصيات التقرير كاملة وأوضح الملة أن مملكة البحرين اليوم تقدم أروع دروس وأفضل الأمثلة للعالم أجمع في رعايتها لشعبها وتعزيز دولة المؤسسات والقانون وهذه رسالة واضحة ورد صريح لكل من لا يزال يشكك في التزام مملكة البحرين في تنفيذ توصيات التقرير كاملة وأشهد رئيس مجلس النواب لأن البحرين تعرضت للإرهاب والعنف من قبل جماعات متطرفة ولتزال التي تلقى الدعم والتمويل والتدريب من إيران تحديدا ومن جماعات إرهابية مسلحة ومن جهات ومنظمات عديدة تمارس الإزدواجية في المعايير الحقوقية ولأهداف وغايات سياسية وطائفية وتحرض على العنف والكراهية ولكن البحرين وبتوجيهات جلالة الملك المفدسة لذا تجاوزت كافة التحديات والمعوقات